نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف شدد المركز على التزام معهد الانتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية بالحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية من ضمنها سلالات الدواجن النادرة موضحا أن المعهد يمتلك 14 سلالة محلية يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد حيث يقوم المعهد بإجراء تجارب على هذه السلالات لتحسينها وراثيا وإنتاجيا ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي مع وضع كل سلالة في أكثر من محطة بحثية للحفاظ عليها في حالة ظهور أمراض وبائية